حدثنا محمد بن جعفر حدثنا كهمس ويزيد قال أخبران كهمس قال سمعت عبد الله بن شقيق قال محجن بن الأدرع بعثني نبي الله صلى الله عليه وسلم في حاجة ثم عرض لي وأنا خارج من طريق من طرق المدينة قال فانطلقت معه حتى سعدنا أحدا فأقبل على المدينة فقال ويل أمها قرية يوم يدعوها أهلها قال يزيدك أين عما تكون قال قلت يا نبي الله من يأكل ثمرتها قال عافية الطير والسباع قال ولا يدخلها الدجال كل ما أراد أن يدخلها ترقاه بكل نقب منها ملك مصلتا قال ثم أقبلنا حتى إذا كنا بباب المسجد قال إذا رجل يصلي قال أتقوله صادقا قال قلت قلت يا نبي الله هذا فلان وهذا من أحسن أهل المدينة أو قال أكثر أهل المدينة صلاة قال لا تسمعه فتهلكه مرتين أو ثلاثا إنكم أمة أريد بكم اليسر حدثنا حجاج حدثني شعبة عن أبي بشر قال سمعت عبدالله بن شقيق يحدث عن رجاء ابن أبي رجاء الباهلي عن محجأ رجل من أسلم فذكر نحوه حثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو بشر عن عبدالله بن شقيق عن رجاء ابن أبي رجاء الباهلي عن محجأ قال عفان وهو أبن الأدرعي قال وحدثنا حماد عن الجريري عن عبدالله بن شقيق عن محجأ ابن الأدرعي قال قال رجاء أقبلت مع محجأ ذات يومين حتى إذا انتهينا إلى مسجد البصرة فوجدنا بريدة الأسلمية على باب من أبواب المسجد جالسا قال وكان في المسجد رجل يقال له سكبة يطيل الصلاة فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بريدة قال وكان بريدة صاحب مزاحات قال يا محجن ألا تصلي كما يصلي سكبة قال فلم يرد عليه محجن شيئا ورجع قال وقال لمحجن محجن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فانطلق يمشي حتى صعد أحدا فأشرف على المدينة فقال ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمري ما تكون يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا مسلطا فلا يدخلها قال ثم انحدر حتى إذا كنا بسدة المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي في المسجد ويسجد ويركع ويسجد ويركع قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا قال فأخذت أطريه له قال قلت يا رسول الله هذا فلان وهذا وهذا قال اسكت لا تسمعه فتهلكه قال ثم انطلق يمشي حتى إذا كنا عند حجرة لكنه رفض يدي ثم قال إن خير دينيكم أيسره إن خير دينيكم أيسره إن خير دينيكم أيسره